أنا أتحرر من عندنا قامات كبيرة جدا بس هايزة أقول لك يستوى موحي الفكرة ده مش مسيطرة الحقيقة لما تيجي المهرجانات مثلا بتلاقي جائزة بتمنح باسم فاتن حماما على سبيل المثال ده جميل هو ده مش نهج شامل لا احنا بنقول ان المهرجان نفسه المهرجان نفسه تحت اسم بيتر برو المهرجان نفسه بتشوف ان ده نوع من أنواع الاستعمار مفيش جائزة باسم بيتر برو ده نوع من أنواع الاستعمار المعرفة انت ذكرت مسألة جميلة جدا كنت تمنى ان يبقى فيه جائزة باسم بيتر برو مثلا يجي يقدمها الانجليز لان كان عندنا عشر ورش فيها ورش مصرية هيلة جدا ورشة بولندية في خيال الضل ده شيء مدهش يعني كان المهرجان كله آية من الجمال والإبداع والعقل لكن انا بقولك بس باين النقد وباين الوطني وباين المصري بالزبط لأن خيال الضل تحديدا لما أجي أنا من ثقافة أخرى زي بولندا مثلا ويتعامل ورشة في خيال الضل خيال الضل ده من أقدم من أقدم الأفعال المصرحية في العالم فبشوف البولنديين عملوها إزاي وبعد كده العقل المصري أكثر إبداعا بيشوف ده تعامل مع خيال الضل هو شيء القديم ده إزاي حولوا لشيء عصري فده كان جميل جدا ان احنا نعمل هذه الورش ورش من اليونان ورش من بولندا وخصوصا بركز على خيال الضل لأن ده نوع من المصرح قديم جدا ومش متداول دلوقتي فده كان شيء مهم جدا ورائع وكان تورش مسرحية من مصر ومن الجزائر إلى جانب ان الورش ده اتعملت في المحافظات كمان يعني ما اتعملتش بس داخل القاهرة فكان كل القائمين على مهرجان المصرح التجريبي في دورته التسعة وعشرين من واحد إلى تمانية سبتمبر كانوا اسكياء لدرجة يستحقوا عليها سناء لكن انا لا انقض على فكرة ولا عيب حتة بيتر روك على الاطلاق لكن انا بقول ان علينا ان نتحرر قليلا يعني احنا في البرنامج هنا حضرتك كنا ندينا بالمؤلف مصري لان عندنا قضيانة احنا هوليود الشرق عندنا ايقونات وطنية كثيرة في كل شتى العلوم والفنون والابداعات في الفيزياء والكيميا يعني يعني الغرب بياخد شخصيات من عندنا ويعملها في السينما وفي المصر فانا لا انقض المسألة دي ولكن انا بقول تحيرت بس من اختيارها يعني لان عندنا من هم اولى بالزبط بالزبط هناك وطنيين هم اولى بان يكون المصرح التجريبي في دوراته باسم فلان نجيب الرحاني فؤاد المهندس داتور سيخني وصوص محباء فكرة الهول